أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بإلمه ويوم يناديهم بين شركائي قالوا آذننا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهن من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ذر أرسك ليقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب أليض وإذا أنعمنا على الإنسان يا رضا ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من نقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتهذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلتم وإليه ينيب فاطل السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم مزواجا ومن الأنعام أزواجا يذركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبصد الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يلتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فذروا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم أخل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يدمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب وله عذاب شديد الله الذي ينزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا وشقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بإباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشرقين مما كسبوا وهو باقي بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في لوضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله وعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يخدم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بقلماته إنه عليم بذات السدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرسط لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنه كثير وما أنتم بموجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظلن مواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يرتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفعون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وعموا همشورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا صابهم البغي هم ينتصرون ولزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأذروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزل الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وذر الظالمين لما رأوا العذاب يقبلونها إلى مرد من سبيل وتراهم يردون عليها خاشعين من الذل لينظرون من طرف قفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن عرضوها ما رسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذخنا الإنسان من النار رحمة فلح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله من أسماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريب الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب البذين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا عشد منهم بطشا ومضى مثال الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سولا لعلكم تهتدون والذين ازدل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذين خلق النزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتسلموا على ظهوره ثم تذكروا نيمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لهم قلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وعصفاكم بالبنين وإذا بشرى أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصاب غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم من لا يخلصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا ولدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما رسلنا من قبله في قرية من نذير إلا قالوا اطرفوها إنا ولدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أو لو جئتكم بأحدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافئون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين